صباح الخير أعزائي مشاهدي برنامج عيادة رمضان على قناة الصحة والجمال يسعدني النهاردة أكون معاكو دكتور أحمد البربري استشاري أمراض القلب النهاردة اخترت موضوع أعتقد أنه هو مهم جدا وشايد جدا هو الشريان التاجي ما هو الشريان التاجي؟ إيه اللي يحصل لو الشريان التاجي مرد وإزاي يمرد؟ أبدأ الكلام بقول أن القلب هو المسؤول عن إمداد كل أجزاء الجسم بالدم المحمل بالأكسجين وعشان يغزي كل خلايا الجسم كل خلايا الجسم بما فيها الإيد والرجل والكبد والأمعاء والمعدة وكل أعضاء الجسم والشعر والرأس والعين فالقلب هو لما بيضخ الدم في الشريان الأورطة بيتجه الدم إلى كل الجسم طيب مين بقى اللي بيغزي القلب نفسه بالدم؟ ده سؤال غالبا السادة المشاهدين محدش فيهم سألوا نفسه على اعتبار أن القلب هو اللي بيغزي الجسم كله هو محتاج حد يغزيه ده هو فيه الدم كله لا القلب لازم يتغذى بالدم عن طريق الشريان التاجي القلب ما بياخدش الدم ما بياخدش التغذية بتاعته من الدم اللي موجودة في البطين لا أو في الأزين أو داخل القلب نفسه لا القلب بيتغذى وبياخد الأكسجين عن طريق الشريان التاجي الشريان التاجي ده اللي هو اسمه الكوروناري أرتري يعني حتى كوروناري دي زي الفيروس الكورونا اللي هو الفيروس التاجي فهو الشريان التاجي على شكل تاج على شكل تاج بفيه منه اتنين فرع فرع أيمن وفرع أيصر وبينقسم كذا انقسام عشان يغزي القلب كله بكل الجدر بتاعته بكل جزء من القلب يتغذى بالدم المفروض القلب بيشتغل وعلى قد شغله بيعمل احتراق فعايز كمية أكسجين فالمفروض التوازن ده بين كمية عمل القلب والأكسجين تكون بالانسد تكون متزنة في كل الأمور في أثناء النوم في أثناء الكلام في أثناء العمل في أثناء المشي في أثناء الجري فربنا سبحانه وتعالى خلى الشريان التاجي ده يقدر يمد القلب بالتغذية اللازمة في كل أوقات اليوم وكل أوقات العنف الحب الحرب الضرب المذاكرة فهنا الشريان التاجي هو المسؤول عن هذه التغذية لو الشريان التاجي لو لم يقوم بوظيفته على الوجه الأكمل هيبدأ الأكسجين اللي رايح لعضلة القلب يقل ولما الأكسجين اللي رايح لعضلة القلب يقل بيبدأ يحصل ألم والألم ده هو ما يسمى الزبحة الصدرية الزبحة الصدرية دي إن الشريان التاجي مش قادر يغذي القلب بمتطلباته من الأكسجين وبالتالي لما بيحصل نقص للأكسجين في وقت معين بيبدأ يحصل شعور بألم شعور بألم وهو ما يعرف بالزبحة الصدرية ودرجتها الكتير يعني فيه زبحة صدرية مستقرة وزبحة صدرية غير مستقرة وجلطة غير مكتملة وجلطة مكتملة في الشريان التاجي طيب إيه اللي بيخلي الشريان التاجي يمرض الشريان التاجي عشان يمرض عموماً بيتم عملية اسمها تصلب شرايين تصلب الشرايين ده أو تصلب الشريان التاجي ده ده عملية التهابية بتتم على مدار عشرات السنين بيحصل إن جدار الشريان بيبدأ يحصل فيه نوع من الالتهاب في المرضى أو في الناس اللي عندهم أكتر كوليسترول الناس اللي عندهم أكتر سكر الناس اللي عندهم أكتر ارتفاع بضغط الدم الناس المدخنة الناس اللي ممكن تكون وزنها فوق اللازم والناس اللي عندهم توترات أو ضغوط نفسية والناس اللي عندهم تاريخ مرضي في الأسرة بالزبحة أو بأمراض الشريان التاجي طيب الشريان التاجي ده معظم يعني نسبة 90% من المرض الذي يصيب الشريان التاجي هو تصلب الشريان اللي بيحصل أكتر مع الأمراض اللي أنا قلت عليها دلوقت طيب هل لا يوجد أمراض أخرى في الشريان التاجي ممكن تسبب في الزبحة أو في مرض الشريان التاجي لا فيه في بعض الأمراض الخلقية يعني الإنسان مولود بيها كده يحصل تبدل في الشريان أو يحصل نوع من أنواع إن الشريان طالع من غير مكانه أو يعني الشريان داخل جوه عضلة القلب بصورة أو بأخرى فدي أمراض أخرى فيه أمراض تانية أيوة فيه أمراض التهابية زي حاجة اسمها كوازاكي ديسيز ده مرض التهابي بيحدث فيه إن الشريان ده يحصل فيه تمددات وتضيقات وبتحصل في السن الصغير وبيتم فيها نوع من أنواع الزبحة فيه كمان آه فيه التهابات الشريان عموما التهابات الشريان سواء المناعية سواء الفيروسية سواء أي فيروسية كمان زي ما إحنا اليومين دور فيروس كورونا ممكن يعمل هذا الالتهاب اسمه فاسكولايتس كل ده ممكن يؤدي إلى أمراض الشريان التاجية امراض الشريان التاجية ممكن الشريان يقفل ان يجيله جلطة من مكان اخر ان يكون الانسان ده عنده قابلية لتكوين جلطات على الرغم من ان شريانه سليم ان يكون فيه حاجة اسمها سريان بطيء في الشريان التاجية وده بيعتبروها جزء مختلف وهو ما فيش تضيق واضح باين لكن فيه ان الشريان نفسه مش بيشتغل بصورة كويسة فيه مرض تاني اسمه تمدد في الشريان التاجية وده برضه بيسبب اعلام وكده معظم امراض شريان التاجي هي امراض تصلب الشريان يبقى احنا لما نيجي نكلم نتكلم ان معظم ان مثلا الحاجات الوراثية والحاجات اللي هي نتيجة اللي هي التمددات في الاطفال وكده دي ندرة قليلة نسبتها قليلة فاحنا دايما لما بنيجي نتكلم على الشريان التاجي المنتشر بين الناس بنتكلم اكتر على تصلب الشريان والسن الاكبر يعني صعب ان احنا نلاقي الشريان التاجي في سن عشر سنوات عشرين سنة ليه؟ لان زي ما اتفقنا ان عملية التصلب الشريان بتاخد وقت بتاخد زمن بتاخد فترة عشان هي تدريجية طيب الشريان التاجي ده ازاي بتكون اعراضه لما بيبدأ انه هو يديق او يحصل فيه اصابة تؤدي الى تضيق الديق ده درجات ممكن ديق متوسط ديق فوق متوسط ديق شديد ديق بسيط الديق اللي هو المتوسط ده مش هيبقى له اعراض طول ما انت بتمارس مجهودك العادي لان اتفقنا ان الشريان التاجي قادر على تغذية قلبك وانت نايم وانت بتقوم بمجهودك العادي وانت بتقوم بمجهود فوق معتاد عندك فاحنا لو الاصابة متوسطة مش هتحس بوجع وانت مرتاح او وانت بتقوم بمجهودك العادي لكن تحس بيه امتى لو جريت لو قمت بمجهود غير معتاد عندك ليه لان القلب عايز اكسجن زيادة مش لاقي لان بدأ يظهر عيب هذا الشريان مع الجري طب لو اصابة شديدة الاصابة الشديدة ممكن تسبب الام مع المجهود المعتاد او اقل من المعتاد او القليل جدا لدرجة انه يصل في مرحلة من المراحل لألم في الراحة وانت مرتاح يجي لك ألم طب وانت مرتاح بيجي لك ألم ده ممكن نوصل الى مرحلة الجلطة في الشريان التاجي يعني انا الشريان اغلقه بنسبة 100% بنتيجة جلطة وبالتالي انت الوجع بيجي وانت مرتاح طيب الانسان اللي يجي له وجع في الاول فوق مجهوده العادي وقليل وبيجي في وسط السدر وبيسمع في الضهر ولما بيقعد او بيرتاح بيبقى احسن ده ما يستناش لغاية لما الوجع يزيد ويتحول لجلطة لا لازم هنا هو العرض بيبقى بسيط وقتها هنا لازم يتوجه للطبيب بدري قبل ما يجي له جلطة او قبل ما يحدث امر اخر لما يتجه للطبيب في الاول بيبدأ الطبيب يعمل تحليل لهذا الالم الالم ده شكله ايه وليه وازاي لان فيه اسباب اخرى لألم الصدر غير الزبحة او الشريان التاج طيب حضرتك هنا انا رحت للطبيب خد مني تاريخ مرضي ويعرف عندي سكر او ما عنديش في حد في الاسرة عنده القلب او ما عندوش بتدخن او ما بتدخنش فيه كلسترول او ما فيش بيعمل القلم بييجي فين بييجي ازاي بيسمع فين بيعود قد ايه وقت بيروح ازاي بييجي ازاي بعد كده بنقوم بعمل رسم قلب وبنعمل موجات صوتية على القلب اللي هي الايكو الايكو كارديوغرافي الموجات الصوتية على القلب ورسم القلب ممكن يظهره ازا كان فيه مشكلة في الشريان التاجي لكن ممكن يبقى فيه مشكلة في الشريان التاجي ويظهر رسم القلب او تخطيط القلب سليم فليس معنى ان انا رسم القلب سليم ان انا ما عنديش شريان تاجي فالمريض الذي يعاني من قصور في الشريان وبرضه في بعض المرضى يعني أنا عشان بشوف في بعض المرضى لما أقوله أنت عندك قصور في الشريان التاجي بيتخيل كلمة قصور بالكافسين هي قصور بالقافصاد يعني تقصره تقصيرا لكن هو بيتخيل كسر يعني حاجة مكسورة لا هو تقصير مش قادر يقوم بوظيفته كويس فبعض المرضى اللي عندهم قصور في الشريان التاجي بيستنى على نفسه أنه هو الوجع الخفيف ده يقولك ده بيروح الحمد لله ده كذا ده كذا وما بيتجهش للطبيب فكونوا ما بيتجهش للطبيب بيحصل نوع من أنواع أن المرض يزيد وممكن ييجي فجأة بجلطة في القلب الجلطة دي ممكن تؤدي في أحيان إلى الوفاء أو ممكن تؤدي إلى أن المنطقة أو الجزء اللي بيغذيها القلب الشريان التاجي لأن الشريان التاجي كذا فرع فاللي بيتقفل مش كل الشريان التاجي بيتقفل منها فرع فرع بقى يا إما فرع رئيسي أو فرع فرعي أو شريان رئيسي أو فرعي الجزء اللي بيغذيه الجزء اللي تقفل ده ممكن يؤدي إلى تليفه وأنه يفقد وظيفته عشان كده بنقول مش عايزين نوصل لكده وقبل ما نوصلش لكده ناخد حضارنا وإذا وصلنا لكده نعمل بنتجه إلى مركز كويس أو مستشفى كويسة أو دكتور عارف إيه أدواته عشان يعمل أسطرة أولية يفتح الشريان ده في خلال هنقول إيه ساعتين طب ست ساعات طب 24 ساعة ليه عشان الشريان ده لو تفتح في أول ساعتين ست ساعات بيبقى وكأن شيئا لم يكن العضلة بتفضل لسه حيوية وبتفضل لسه بقوتها لكن لو أنا طنشت أو كسلت أو اتأخرت أو رحت الدكتور مش فاهم الجزء ده بيحصل له تلايف الجزء المتلايف ده أنت ورزقك بقى لو جزء صغير مش هيأثر قوي لكن لو جزء كبير لا ده هيخلي عضلة القلب ضعيفة ويخليك تعاني طول عمرك من ضعف عضلة قلب وساعتها مش هيبقى ليها علاج لو جزء كبير وحصل فيه تلايف أو العلاج وعلاج طبي طبعا موجود وبس يعني كان الأفضل أنك تبقى خلاص وكأن شاء لم يكن لكن إحنا كده دخلنا في مرة تاني اسمه ضعف عضلة القلب نتيجة حدوث احتشاء نتيجة الجلطة اللي في الشرايين التاجي وبقى قصة تانية وحتى أصناف علاج تانية وشكوى تانية وتعليمات أخرى فإحنا مش عايزين نوصل إيه لكده فدايما إحنا بنقول إيه هو العلامة الأساسية لأمراض الشرايين التاجية أمراض الشرايين التاجية دي من أكتر الأمراض أو من أكتر أسباب الوفاة في العالم كل وعلاجها سهل ومتاح ومتاح للجميع يعني هو هنا في مصر علاج الشرايين التاجي ده متاح للفقراء والأغنياء يعني مش مرض أننا أقول تكاليفه عالية لأن هي الحكومة بتتكفل بعلاج الجميع يعني بالعلاج اللي هو في حاجة اسمها دعامة الحياة والأساطر والدعامات كل دول موجودين نفق الدولة أو تأمين صحي مجانا للمشتركين في هذين الأمرين وطبعا نفق الدولة لكل الشعب يعني ما فيش فيش تراك فهو عشان كده ما تخافش لو جالك واجع قول ما تقولش لا أنا هطنش أصلا أنا معيش فلوس أتعالج أو أن أنا هطنش أصلا هو بيروق مش مهم لا ده ممكن يؤدي إلى حاجة خطيرة المرض ده زي ما قلت أنه هو من أهم من أول سبب للوفاة في العالم كله في العالم كله فهو الحقيقة لازم نحط أربع خمس قطوط حمرة حوالين عرض اسمه آلام الصدر معايا تليفون ألو سلام ورحمة الله لو سمحت يا دكتور أنا عندي دربات القلب سريعة بتصحيني من النوم بس أنا عندي الغدة يعني باخد لها المية ديت يعني وأنا عندي ستين سنة بس مش عارفة بقى بتصحيني من النوم دربات القلب السريعة بص يا حاجة هو الغدة الدركية زيادتها بتؤدي إلى سرعة في دربات القلب فلازم نزبطها وبالتحليل يعني أن أنا حلل وأشوفها من الزبطة خلاص أوكي حضرتك ليه أكتر من سبع سنين ماشي عالمية بتحليلي وبيطلع التحليل الغدة كويسة أه بتطلع كويسة بس يا دربات القلب السريعة دي بتصحيني من النوم أوكي ماشي يعني لهو يا الغدة من الزبطة يبقى هنكانسل السبب ده وممكن بقى نروح الفحوص ضربات القلب دي بيجيلك بالليل بس ما بيجيش بالنهار ما بيجيش بالنهار بيجيني ساعات خنقة شوية كده وبتقعد إيه الضربات دي يعني بتقعد لها زي مثلا ديئتين كده وهل الضربات دي بتحسك أنت هطاعي لما تيجي لما بيجيني بحس كده بسدف رجل الشمال وبتبقى يعني كأن حد بيجري ورايا واسحة كأني مخضوضة كده ووعد شوية كده عندك واجع في صدرك يا أستاذة لا ما عندش واجع في صدري عندك نهاجان اه بتجيني بنهاجان اه طيب هو يعني أنت يا حضرتك مش هتخسري حاجة لما هتروح تعملي رسم قلب وموجات صوتية على القلب وتعملي صور الدم ما عندكيش حاسية على صدرك ولا حاجة لا ما عندكيش حموضة ولا حاجة لا ما عندكيش طيب هنعمل رسم قلب وموجات على القلب هل أنت متوترة بتبقى تحلمت بحلم وحش بكابوس أو كده وانت نايمة تفكر كتير لا والله يا دكتور طيب يبقى احنا كده ايه فيه أمور كتير هتبقى كويسة ان هي ان شاء الله الغدة بدل مزبوطة خلاص ان انت مش متوترة ولا كده خلاص ما فيش عندك حساسية على صدرك خلاص يبقى هنعمل رسم قلب وموجات ممكن يطلع فيه اسمام حاجة بسيطة ممكن يطلع فيه شريان تاجي حاجة بسيطة كده أو كده أو كده ما فيش ضغط يا حاجة فيه ضغط طيب يا حاجة الضغط يعني ما بيعنيش يعني مثلا 140 ماشي لو هو 140 دي هو تاخد علاج يظبط الضغط يخلي 120 ويظبط لا هنا بقى النقطة انت ممكن تكون بتاخدي صنف مش مناسب للحلعب على بعضها فانت ممكن تقولي لي الصنف اسمه ايه مش يعني اللي بتاخدير الضغط يعني هو فيه أدوية ضغط بتثبت ضربات القلب وبتثبت النبض بتزبطه اللي هي مجموعة اسمها مصبطات البيتا أو مصبطات الكالسيوم أو غوالك الكالسيوم دي ممكن بتعمل تثبيت للضغط وتثبيت للنبض في نفس الوقت والمفروض الدكتور يبقى بيسمع شكوة المريض وبيفصل الكلمة بيفصل دي مكتوبة في المراجع بيفصل ضوى الضغط على حالة المريض يعني أنا لما لاقي مريضة عندها ضغط وعندها سرعة في ضربات القلب لازم أدي أصناف معينة إذا ما كنتش بديها إذا بديها أزودها شوي معنا تليفون تاني ممكن تيوطي التليفزيون يا أستاذة عشان نعرف نسمع صوتك من التليفون كويس ماشي لا سمعت يا أستاذة وقتطق واحدة بيتقول إيه طيب الخط قطع معي الأستاذة ليلة معيك أيها أستاذة ليلة أيوة أنا مع حضرتك إزايك الله يسألهم حضرتك قولي عايزة إيه أنا عايزة أسأل بس الدكتور على الغدة الدراكية أنا محللة الغدة الدراكية وطلعت لي تحليلها ستة وثلاثين واربعة من عشرة ده ينفع أنا كنت محللة من ثلاثة أربعة أشهر وطلعت خمسة من عشرة فعايزة أسأل بقى أن التحليل ده غلط ولا فيه حاجة ولا أعمل إياه يعني حاجة الحقيقة يعني أنا مش دكتور غدد أنا استشاري أمراض قلب فهو الغدة دي علاقت بيها أن هي ممكن تزود ضربات للقلب ممكن تزود الكوليسترول لو نقصة فأنتي أرقام التحليل دي يعني لازم نشوفها بالتحليل بالمكتوب في ورقة التحليل نفسها والتابعي أفضل مع حد بتاع غدد تحتامل طبع شكورك شكرا فإحنا بنكمل كلامنا عن الشريان التاجي الشريان التاجي ده زي ما اتفقنا كده أنه هو المسؤول عن تغذية أهم عضو في الجسم وهو القلب بما يحتاجه من أكسجن ومواد غذائية الشريان التاجي ده فيه عيب رهيب جدا العيب ده أنه ملوش بدايل ملوش بدايل يعني كل الشرايين اللي في الجسم ممكن لو حصل فيه مشكلة جزء تاني يفتح يعني هناخد مثال لو شريان في رجلك أفل الحتة اللي بيغذيها ما يحصلش فيها ليه اللي هو الاحتشاء اللي بنقول عليه أو التلايف اللي بنقول عليه في القلب لأنه فيه شريان تاني بيديله فيه شريان تاني بيديله تغذية ممكن ما بيديش بنفس الصورة اللي هي مثلا ساي لو الشريان ده بيغذي المنطقة دي عشرة الشريان التاني هيغذيه تمانية أو خمسة أو أربعة بس بيغذيه الشريان التاجي لما بيحصل فيه جلطة مفاجأة وهي جلطة بتقع مفاجأة فما بيلحقش لسه يبقى فيه شريان تانية تدي لكن من سطر ربنا أن مع الوقت لما بيحصل كده بتبدأ الشريان الصغيرة اسمها كلاترال دي الشريان الجانبية دي بتبدأ تفتح وممكن تغذي القلب وتحافظ عليه فترات بس طبعا مش تقب نفس كفاءة العادي ودي بيعشان كده التمشية والرياضة الخفيفة وتقليل الكوليسترول وتقليل السمنة كل ده بيساعد في فتح اللي هي الشريان الجانبية اللي للشريان التاجي ده الشريان التاجي ده عشان نشخصه زي ما اتفقت بالأعراض ثم بالفحوص ثم بالأسطرة طب هل أنا أتوجه للأسطرة على طول ده سؤال مهم يعني أنا عشان أعالج الشريان التاجي أتوجه للأسطرة على طول لا في عندي معايير بامشي عليها أو مش معايير يعني واحد اتنين تلاتة اربع افقاء مش افقاء ليه جايد لاين مرشدات بامشي عليها لغاية ما وصل امتى هعمل الأسطرة أنا في حاجات يعني لو حد عنده زبحة صدرية مستقرة الزبحة الصدرية المستقرة بتعرف من أعراضها الأعراض بتاعتها أن هي الوجع بيجي فوق المجهود العادي أنه هو ما بيعودش أكتر من ثلاثة لأربع دقايق أنه هو لما ترتاح بيروح لو انت خدت علاج والأمور بقت كنترول وانت عملت حاجة اسمها ريسك استراتفيكيشن يعني العيان ده عملت له حاجة بتشوف ايه كمية الخطورة عليه كمية الخطورة دي أن احنا بنعرفها عن طريق ممكن مثلا رسم قلب بالمجهود أو ممكن عن طريق مسح زري أو بنشوف الوجع بيجي إمتى بالزبط أو ممكن نعمل حاجة اسمها أشعة مقطعية متعددة بيستبغى على الشرعين التاجية بتحدد لي كم شريان تعبان وهل جزء عشران لتعبان ولا دوسطه ولا آخره ولو كذا شريان تعبان يبقى كده هو ريسكي أكتر لو واحد بس وطرى فيه يبقى مش ريسكي خالص وممكن اللي هو الطرفي اللي كده ما عملوش أسطرة واكتفي بالعلاج الطبي معايا تليفون وعليكم السلام إزايك يا صدرش إزايك يا أشرف بيه أمي خليك أمي لو سمعت عندي عملت شريان عندي شريان التاجي مزود وعملت عملتين في بانشويس أسطرطين في دراعي وفوركي ودراعي بين شماك وطبعا هلو عندك أسطرات تان في شريان من أهورفي وعملت أسطرات تاني في شريان تاني بدلت من عملية قلب المفتوح أيو طيب الوقت ما فيش إبادة إفادي لعملية القلب المفتوح بيك أيو بص يا سيدي هو بدل السادة الأطباء المحترمين اللي شافوا الحالة قالوا لك أن انت محتاج قلب مفتوح فانت محتاج قلب مفتوح يبقى يفضل تسمعك كلاه لو أنت رافد هذا لو أنت رافد هذا لو أنت رافد هذا دي قصة تانية بتبقى ضد النصيحة الطبية لو أنت رافد ذلك ممكن حضرتك الدكاترة بيشوفه الفيلم بتاع الأسطرة وممكن يقولك أن احنا ينفع مثلا نعالج جزء من الشرايين دي بدعامة أو اثنين أو تلاتة أو ينفع نعالج كله بس بتكاليف أعلى بعدد دعامات أكتر وبتبقى النتيجة كم فيلمية وبالمقارنة بالجراحة وأصلا الكل الكلام ده برضو بيتم بناء على المرشدات اللي هي واحد اثنين ثلاثة الحالات اللي تنفع عليها جراحة والحالات اللي ما تنفعش ليها والحالات اللي بناء على المريض بيرفض وبناء عليه بيوافق على النتيجة الأقل في النتيجة وبيتحمل الخطورة المحتملة اللي هنا أو هنا وفي حد ما بينفعلوش لا جراحة ولا دعامات وبيمشي علاق طبي فإحنا بنعمل المتاح بالعلم المتاح لهذه اللحظة بنعمل المتاح يعني مثلا المرشدات السنة دي قالت إن مثلا الإصابة الفلانية دي لازم لها جراحة فيبقى احنا نمشي معاها ونعمل الجراحة بناء على إن في خطورة قد إيه وفي نتائج نجاح قد إيه وإنت تستفيد إيه والتكاليف إيه طي افرض إنت المرشدات دي قالت احتمال كده أو كده بيعرض عليك الأمر والدكتور لازم يختار لك أو يختار معاك عشان أنت بعد ما يشرح لك أنت بتختاره مع بع عشان أنت لازم هو يدلك لأنك أنت بتقمت لخبط بعد كده أنا خلاص ممكن لا ينفع كده ولا كده يعني ممكن أنا كأعمل دعامات أو أسطرة أقول لك الحالة دي مشى تنفع والجراح يقول لك دشتراين صغيرة قوي فممكن تمشي علاج طبي والنسب متاحة يعني فيه نسب نجاح هنا وفيه نسب نجاح هنا وفيه نسب نجاح هنا وفيه نسب فشل في العلاج هنا وفيه نسب يعني ممكن واحد ما ينفع يعني أنا أكبر على عمل حاجة ليه وفيها خطورة عالية عشان هو مش مرتاح على حاجة تانية ماشي مادام عبير ألو السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور أنا كنت عملت رسمة قلبي من فترة أي وعملت بعد كده إيكو وعملت رسمة قلبي بالمغود المهم تلا عندي اتخاف الصمام المترالي أي فالدكتور مادانيش أي علاج أكتر من أني باخد أسبرينة اللي هو أس بسيد يعني أي بعد العشرة بعد عبت العشرة فهل أنا كده ماشي صح ولا هو أنت عندك كم سنة يا أستاذة عندي 47 طيب أنت إيش أكوتك اللي خلاك تروح للدكتور أصلا كنت بحس ساعات بقلم في صدري كده جامد وضربت قلبي أحيانا ما كانش تبقى مضبوطة وكده عندك ضغطة أو سكر عندي سكر أو طيب أنت عملت رسم قبل المجهود بتقولي كويس أو يعني عادت تجري قد إيه على المشاية أربع دقايق طيب أنت لو مشيتي أنت لو وانت بتجري على المشاية ما جلكيش وجع لا والله أنا حسيت اتقيت بس كده يعني طيب أنا 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 يعني أنا بحالتك دي هو ارتخاء السنون المترالي ما يعملش كل ده إلا إذا كان عامل ارتجاع فأنا يعني نصيحة أن أنت ممكن تعملي حاجة اسمها أشعة مقطعية متعددة على الشرايين التاجية هتجيبي بيها إيه التشريح بتاع الشرايين دي رسمتها إيه لأن ساعات رأس ألم مجهود أنت لو جاري أربع دقايق بس ما بتبقيش أصلا عملتي مجهود مناسب إن إحنا نقول والله دي ما عندهاش حاجة فالأفضل إن أنت تعملي أشعة وخاصة عندك سكر يعني أنا سألتك عندك سكر قلتي آه و 47 سنة 47 سنة وسكر وسيدرك فيه ألم مش هعزيه أبدا في الأول ممكن مش هعزيه لارتخاء سمام مترالي الأول هدور كويس قوي على الشرين التاجي فأنا أنصحك تعملي أشعة مقطعية متعددة على الشرايين التاجية بالسبغة تعمليها وبناء عليها نحدد خطة العلاج شو سأنا دفع حال فهو تحت أمر دلوقتي بقى إحنا إمتى علاج يعني إحنا اتفقنا إن الشرين التاجي ده مهم جدا الشرين التاجي ده لو مرض هو اللي بيعمل الزبحة وإخواتها الزبحة وإخواتها دول هو الزبحة المستقرة والغير مستقرة والجلطة الغير مكتملة والجلطة المكتملة اللي ممكن تؤدي إلى ضعف عضلة قلب أو الوفاة فإحنا لازم ناخد بنا منه ولازم نتجه للطبيب في الوقت المناسب بدري وبعد كده العلاج زي ما كده الأستاذ أنا كنت بقوله العلاج ده فيه علاج طبي وعلاج يعني علاج دوائي وعلاج بالدعمات وعلاج جراحة الدكتور بيبقى قدامه أدوات وقدامه مريض وقدامه مرشدات فبنعرض الأمر على المريض وبنشوف الدنيا وبنختار له العلاج المناسب بالمناسبة فيه ناس كتير جدا بتتخيل نفسها لو عملت دعامات أو عملت قلب مفتوح بتوقف العلاج الدوائي لا العلاج الدوائي بيستمر العلاج الدوائي هو علاج للكوليسترول بيستمر العلاج الدوائي هو علاج للضغط بيستمر العلاج الدوائي هو علاج مضاد للصفائح الدموية بيستمر مش معنى ان انا اعمل دعامة ان انا وقف العلاج لا ومش انا اللي بوقف يعني انا كمريض مش انا اللي بوقف العلاج انا الضبيب اللي بيختارلي ونصحتي دايما الوقاية خير من العلاج يعني احنا نمنع التدخين نزبط السكر نزبط الضغط نقلل التوترات نحاول نخس نحاول نمارس رياضة خفيفة وفي النهاية نتمنى لكم صحة دايما دايما شكرا جزيلا